السلام عليكم معكم طلال نقار أحب أشيركم بصدور الطبعة الخامسة من كتاب الوجيز بالتهوية العالية اليوم بيكون الكتاب بـ 24-2-2022 بيكون الكتاب أو المشروع أتم عامه 16 المشروع بدأ عام 2006 كمحاضرة مسلسلة محاضرات أظن تاريخ أول محاضرة كان 16-3-2006 تحول لاحقا لكتاب أصدرت الطبعة الأولى بالـ 2007 انتشر تدريجيا كان انتشار بطيء بس الحمد لله كان دائما باتجاه للأمام بالـ 2010 عادت طباعة الكتاب بالـ 2014 عملت إعادة أو مراجعة جذرية للكتاب كانت الولادة الثانية أو الولادة الحقيقية للكتاب وتأصدرت الطبعة الثالثة كانت الكتابة أكثر احترافية بعدين بالـ 2020 عملت الطبعة الرابعة كانت طبعة التنقيح كان مستعجل شوي لأنه كان وقتها فترة الكوفيد بالـ BIC تبعها بأعلى ذروة لقلها كان جديد على الناس والناس محتاجة للكتاب جدا كانت بعدين هلأ عم نصدر الطبعة الخامسة هي تقريبا تطابق الطبعة الرابعة مع شوية حذف من الطبعة الرابعة حذفت الشغلات اللي ما كانت اللي ما هي عملية أبدا مثلا High Frequency خففت منه كونه صار بعيد كتير عن الاستعمال إضافة لأنه بعض الأبحاث التاريخية أو أنظمة التهوية التاريخية اللي ما عادت موجودة بالاستعمال الكتاب حيصدر بصعر رمزي مثل ما عملنا بالطبعة الرابعة جهد جماعي مجموعة من الزملاء مثل ما شاركوا بالطبعة الرابعة مجموعة جديدة أو مشتركة حتى شاركوا بالطبعة الخامسة جزاهم الله خيرا جميعا إن شاء الله الكتاب حينزل بصعر رمزي المسؤول عن توزيعها هيكون مكتبة دار المنجد أو مكتبة المركز الأكاديمي هحط عنوانها بالوصف الأخوة آل المنجد إن شاء الله هني المسؤولين عن موضوع التوزيع ممكن للأخوة المحافظات إذا بدوا أن يبعتوا أو يطلبوا مجموعة من الكتاب يتواصلوا معاهم ومن خلالهم بصير التوزيع إن شاء الله بالنسبة للأخوة خارج سوريا احتمال كبير وإن شاء الله كما وعدني صاحلوا المكتبة إنه ممكن يتأمن الكتاب أونلاين بمعنى آخر يصير ينطلب أونلاين مثل ما عملنا بالطبعة الثالثة وهذا الشيء بيعتمد على قدرته قدرتي على يعني فيه شوية متاء صعوبات بهذا الموضوع بس إن شاء الله حيتأمن إن شاء الله ما قدرنا نعمله بالطبعة الرعب عليه للأسف بحب أني يتشكر زملاء اللي ساهموا بإصدار هذا الكتاب أو بولوا بدعم بسيط أو تشجيع عددهم أكبر من أنه يحصى من دائرة المقربة بإضافة للزملاء الدائرة الكبيرة بالنسبة للزملاء اللي ساهموا بإعادة طبعة الرابعة والخامسة حقيقة جماعتهم كلهم بنفس المجموعة كون اللي ما عادة تقدر أحصي من ساهم هون ومن ساهم هون فبحب تشكرهم جميعا بداية الأسماء الأشخاص اللي حرصوا أنه ما ينذكر اسمهم حبوا يكون مساهمة مجهولة بتحب أنه ندعي لهم جميعا نتشكرهم إن شاء الله يا ربي صحائفهم إضافة لأنه بحب أتذكر الأسماء الأشخاص اللي ساهموا بالكتاب وإعادة طباعتهم إن شاء الله يربي صحائفهم جميعا بتشكر الدكتور سامر حجلاوي الدكتور كمال فكياني دعيني بدون حفظ ألقاب أسهل علي رشا رحمون فراس بدين أحمد العواد أنس الشواه نديم السادات بيسان بيار يا عبد القادر شعار محمد السيد باسل طرب جهاد المصري حسان قدسي محمد مصطفى الحسين ماهر المصري أو ماهر حمسي عفوا ملهم الحراكي مراد الصباغ رولا الصغير لينا الرفاعي مروان دباغ هند أزهري محمد فهر المحمود عبد الرحيم إسماعيل جمال كريم هيثم البكري محمد جاوش بلال الأشقر الحموي راكان من لعلي محمد دبي الرفقة خالد ابداوي محمد فهد حسام بكداش علي عبد الرحيم حسام الخطيب إسماعيل عجوقة عبدالله تركاوي حسام حامد حسين السلوم محمود البرازي بلال مازن رامي البيطار أديب صفية رسمي الحجار أيمن بركات ياسر خزندار عصام شعيرية أنس اللبابيدي محي الدين البعلي إن شاء الله يارب تكون صدقتهم مقبولة وإن شاء الله يارب يصحاقهم جميعا ومنتمنى أنه يكون عند حسن ضنهم جميعا إن شاء الله المشروع مستمر وعندي رجاء أخير ربما أذكره بشكل سريع أنه اللي عنده الطبعة الرابعة ما يجي بالطبعة الخامس إلى حتى يترك يفسح المجال للزمراء أنه يقطنوا الكتاب جزاكم الله خينا جميعا والسلام عليكم